اهلا بكم في حوارنا الاقتصادي اليوم نضيء على اقتصاد كوبا وما يمكن يتغير في هذا الاقتصاد المقاوم بعدما قدم على مدى عقود طويل نموذجا اشتراكيا خاصا قاوم الحصارة الامريكي لهذه الغاية نستضيف وزير التجارة الخارجية والاستثمار رودريغو مالميركا دياس وهو في زيارة سريعة الى بيروت ضمن جولة على عدد العواصم العربية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه العواصم ولسيما ان كوبا تسعى الى انفتاح الاقتصاد العالمي وجذب مستثمرين اهلا بك معاني الوزير شكرا جزيلا بداية تتحدثون كثيرا وتحدثتم انتم مرارا عن تغيير ما في النموذج الاقتصادي الكوبي هل لك ان تشرح لنا ما هي التغييرات التي سوف تحصل فعليا نحن منذ نحو خمس سنوات تقريبا بدأنا عملية سميناها تحديث النموذج الاقتصادي حيث سنحافظ على المهية الاشتراكية لمجتمعنا لكننا نبحث عن كفاءة اكبر في اقتصادنا اي اننا لكي نحافظ على المنجزات الاجتماعية للثورة الكوبية في مجال الصحة والتعليم والامن الاجتماعي والرياضة والثقافة الى اخره نحتاج لان يكون الاقتصاد فعالا بكفاءة اكبر لنحافظ على المجتمع لقد اجرينا حديثا مطولا مع الشعب واقمنا وثيقة تحت اسم المبادئ التوجهية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبعد هذه المحادثات مع الشعب حيث ابدى الملايون اراءهم توصلنا الى وثيقة جديدة حيث اختلفت 70% من المبادئ التوجهية وقد وافق مؤتمر الحزب وبعده البرلمان على هذه المبادئ التوجهية وهي مجموعة من الافكار والمبادئ التي يدعمها الشعب وبالتالي كانت عملية معقدة لكن تنفيذها كان معقدا اكثر لانها مبادئ توجهية تشمل جميع القطاعات في المجتمع في ميدان العلاقات الاقتصادية الخارجية احدى المبادئ او مجموعة منها متعلقة بموضوع الاستثمار الخارجي وصلنا الى استنتاج وهو انه من اجل تنمية اقتصادنا نحتاج الى مشاركة رأس المال الخارجي وهذا ادى الى عملية اخرى وهي قبول سياسة معينة تجاه رأس المال الخارجي ولموافقة البرلمان على قانون جديد حول الاستثمار الخارجي وهو مرسوم وقانون اصدرته منطقة التنمية الخاصة او ما يعرف بمرال وهي منطقة نريد ان نقدم من خلالها حوافز اكبر لرأس المال الخارجي بغية تحقيق كفاءة اكبر في الاقتصاد وهذا اذهب الى البرلمان التي قلت لديه اكبر في الاستثمار الخارجي اين تريدون ان تتركز الاستثمارات وهل بدأ المستثمرون يتوفدون اليكم من الدول التي لم تكن صديقة في الفترة السابقة يعني هل بمعنى اخر هل رفعت تماما الحصار والعقوبات المفروضة عليكم من جانب الولايات المتحدة بحيث بات بامكانكم الانفتاح على تلك الدول التي كانت في السابق عدوة لكم واين تريدونها او تسمحون لها ان تدخل في اقتصادكم وان تستثمر اول ما يجب توضيحه هو ان الحصار مازال قائما لم يرفع الحصار بعد من الحقيقي انه يوجد سيناريو جديد في العلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية وكوبا لقد اعيدت مثلا العلاقات الدبلوماسية لكننا لم نعمل على تطبيع العلاقات حتى الان الحصار مازال قائما وهناك مواضيع اخرى علينا التحاور فيها مثل اعادة قاعدة جوانتنامو مثلا وهي بالمناسبة مستعمرة بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة وهي ملك لنا فبالتالي هذه العملية لن تكون سهلة يوجد بيننا اختلافات كثيرة لكننا خطونا خطوة في الاتجاه الصحيح وهي اعتراف حكومة الولايات المتحدة الامريكية والرئيس باراك أوباما نفسه بان سياسة الحصار ومحاولة عزد كوبا قد فشلت قانون الاستثمار الخارجي في كوبا مفتوح امام جميع المستثمرين ومن اي بلد كان حتى من الولايات المتحدة الامريكية اما الحصار الاقتصادي هو الذي يمنع الشركات الامريكية من الاستثمار في كوبا هم يريدون تغيير هذا الامر في المستقبل ونحن لا مانع لدينا من ان تأتي شركات امريكية للاستثمار في كوبا لكن يجب ان اوضح اننا لن نقدم تنازلات نحن كما نحن وسنستمر على هذا الحال وهذا امر وضحناه جيدا للحكومة الامريكية كل هذه التغييرات التي ذكرتها قمنا بها بكل سيادة واستقلال وحرية وبالتشاور مع شعبنا لست تغييرات بغية الرجاء من اي حكومة خارجية لا الحكومة الامريكية ولا غيرها وبالتالي نحن نحاول اقامة علاقة طبيعية بين بلداننا لن نعمل على تمييز رجال الاعمال الامريكيين ولن نعمل على تفضيلهم ايضا كل رجال الاعمال ستتاح لهم فرصة الاستثمار في كوبا على حد سوى ولكن يريد لو تضح لنا في اي قطاعات سيسمح للمستثمر ان يدخل ويوظف امواله واي قطاعات سوف تبقى تحت ادارة الدولة كما هي مبادئ النظام الاشتراكي هذا ما يهمنا ان نفهمه الان ويريد لو تضح لنا ايضا من هي الدول الصديقة او الجهات ربما تكون حتى شركات وليست فقط دول التي يمكنها الدخول الى كوبا للاستثمار هناك حضرتك سألتني في اي قطاعات نود الاستثمار لقد حددنا احد عشر قطاعا ولدينا حقيبة مشاريع وفرص للاستثمار ويمكن ان يطلع عليها كل المهتمين اكرر ان الامر متعلق بالتجارة ولا علاقة له بالصداقة فقط بل هو متعلق بالجدية التي تعبر عنها الشركات لكننا لن نوافق على التجارة مع شركات غير جدة او مشابه انما سنعمل على المشاريع التي تهمنا وتهم اولويتنا يوجد قطاعات مثل قطاع السياحة والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة بشكل عام حيث يهمنا استقطاب رأس المال الخارجي لكن هذا من دون شروط سوف نقيم كل فرصة بحسب ما تقدم لنا من ايجابيات وسوف نتقدم في اتجاه لن يؤثر على جوهر نموذجنا السياسي والاقتصادي القطاعات الاستراتيجية ستبقى في ايدي الشركات الوطنية لكن ما نريده هو ان تعمل الشركات الوطنية بكفاءة اكبر نعم ماذا عن المستثمرين العرب هل تعاولون كثيرا على رؤوس الاموال العربية وهل من مؤشرات ما بدأت تظهر في جولتكم الآن في المنطقة يعني هل من رغبة ابداها بعض رجال اعمال او حتى ربما الحكومات لا ادري لطالما كانت البلدان العربية صديقة لكوبا الهدف الاساسي من هذه الجولة هو طرح هذه الفرص التجارية لرجال الاعمال في لبنان وفي البلدان الاخرى في المنطقة هنا تحديدا لقد رحبوا بنا بشكل ايجابي جدا من قبل الحكومة اللبنانية ورجال الاعمال اللبنانيين لقد نظم المجلس التجاري الكوبي اللبناني حدثا وقد كانت المشاركة كبيرة وفعالة وأتيحت الفرصة لوفدنا ان نشرح بشكل واسع فرص التجارة الموجودة في كوبا هل الخبرات المالية والادارية الكوبية المحلية جاهزة للانفتاح الاقتصادي ومؤهلة لاستقبال تهافت رجال الاعمال لهذه الصفحة الجديدة التي فتحتموها منذ سنوات قليلة نعم بالطبع شركاؤنا وسلطاتنا مجهزة ومؤهلة جدا عدا عن وجود اطار قانوني شفاف وواضح وكل هذا التواصل مبني عليه أي أن كل الشروط متوافرة لكي يأتي رأس المال الخارجي إلى كوبا ويعمل معنا على أولوياتنا سنتابع هذا الحديث معالي الوزير ولكن سنتوقف مع فاصل قصير استراحة قصيرة لنسألك أكثر عن التغييرات التي القانونية تحديدا وتسهيلات التي تقدمونها بالإضافة إلى بعض المخاوف ربما أو المخاطر التي تحاولون تجنبها في السنوات المقبلة إذا فاصل ونعود أهلا بكم من جديد مشاهدينا وأهلا بك معالي الوزير يريد لو تطلعنا أكثر على التعديلات القانونية التي قمتم بها لجذب مستثمرين أجانب من خارج كوبا وتحديدا إذا أمكن أبرز ما نص عليه القانون رقم 118 وهو كما نعلم جاء كبديل عن القانون رقم 77 وهو متعلق بتنظيم الاستثمار الأجنبي داخل كوبا أعتقد فضر عام 2014 القانون الجديد إذن ما أبرز ما نص عليه هذا القانون والتسهيلات التي يقدمها التغييرات الأساسية التي قدمها القانون 118 مقارنة مع القانون 77 الذي قمنا بإلغائه هي تقديم ضمنات وحوافز أكبر لاستقطاب رأس المال الخارجي لقد حفظنا على كون جميع القطاعات الاقتصادية مفتحة على الاستثمار الأجنبي باستثناء ثلاثة قطاعات ستبقى من مسؤولية الدولة وهذا بحسب ما ينص عليه دستورنا وهي الدفاع التعليم والصحة يمكن الاستثمار في كل القطاعات الأخرى بالطبع مع وجود حقيبة الفرص والمشاريع ولكن ما السبب بعفوا؟ لأنها قطاعات أساسية يقع على عاطق الحكومة أن توفرها للشعب وهذا وارد في الدستور لكنني كما ذكرت في باقي النشاطات فإن الفرصة متاحة للاستثمار عندما حضرنا حقيبة مشاريع الاستثمار الخارجي فنحن نقدم مشاريع مدروسة مسبقة وهي ممكنة اقتصاديا وتهم الشركات الكوبية الحقيبة التي قدمناها العام الماضي منذ نحو السنة تقريبا تضمنت 246 مشروعا والمبلغ التام أكثر من 800 ألف دولار يوجد الكثير من الخيارات لمن يريد الاستثمار في كوبا نعم أولوياتكم أنتم كحكومة أين تريدون تركيز الاستثمارات؟ في أي قطاعات تشعرون أن هناك حاجة لإنعاش هذا القطاع وتطويره والاستفادة من الخبرات الخارجية الوافدة حديثا إلى بلادكم؟ على سبيل المثال علينا أن نقوم بتغيير موضوع الطاقة في بلدنا نحن اليوم نعتمد على حرق النفط لتوليد الطاقة ولدينا خطة مدروسة كي يصبح 24% من الطاقة عام 2030 مولدة من قبل مصادر متجددة لكن هذا بحاجة إلى استثمار وتمويل السياحة هي القطاع الأكثر حيوية في اقتصادنا وهناك توقعات بأن يستمر في النمو بشكل هام هناك أيضا فرص تجارية هامة في ذلك المجال الزراعة في كوبا قطاع أساسي أيضا نحن اليوم نقوم باستيراد الكثير من الغذاء الذي بإمكاننا انتجه في كوبا لكننا في حاجة إلى تقنيات أكبر بما يشمل التنظيم وإدارة الشركة أي أنه في كوبا يوجد قطاعات كثيرة ومثيرة للاهتمام هناك مجالات لا يمكننا الاستثمار فيها بسبب التكلفة الكبيرة لتمويلها ومثال على ذلك التنقيب عن النفط هذه المشاريع فيها مخاطرة لكن بعدها نقوم بتوزيع الإنتاج بشكل فعال هل تخشون من مخاطر معينة محدقة بالاقتصاد الكوبي في ظل الانفتاح الذي ربما يكون أسرع من المتوقع يعني مثلا هناك نوع من التشوهات الاقتصادية التي تحصل كارتفاع نسبة تضخم كنوع من السيطرة التي يقوم بها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال على بعض القطاعات نوع من الاحتكار هل تتحسبون لهذه الأمور وتضعون ربما قوانين خاصة لمنع حصولها وسط هذه الخطوات المتسارعة لتحقيق الانفتاح المرجو يوجد أوجه سلبية في كل المشاريع وهذا أمر واقع لكن نحن على ثقة من أن كل التغييرات التي نقوم بها حصلت على دعم كبير من الشعب الثورة الكوبية تحافظ على دعم كبير من قبل الشعب وبالتالي نحن سوف ندافع عن الشعب وعن المبادئ التي عملنا لأجلها منذ بدء الثورة ويكون هناك فرص متاحة للشعب وإمكانية التعليم والصحة متوافرة مجانا ومزالت المبادئ التي ندافع عنها هي نفسها بالطبع دائما توجد مخاطر كما في أي نشاط آخر لكننا على يقين بأننا تحت إشراف الحزب الحاكم والحكومة تتمتع بالشروط الضرورية لتجنب هذا النوع من المشاكل اقتصاديا أو اجتماعيا أو مشابه ما مدى فاعلية وقوة القطاع الخاص في كوبا؟ هل يمكننا القول أن القطاع الخاص بدأ يتشكل في هذه البلاد بعدما بدأتم بإجراء التغييرات والتحديثات كما وصفتها في بداية حديثك؟ هل من أصحاب رؤوس أموال ربما أو من متنفذين قادرين على ضخ الأموال والسيولة في المشاريع المنوي إقامتها؟ لا أعتقد القانون 118 معلق برأس المال الخارجي لكن في كوبا لا توجد شركات خاصة كبيرة بل شركات صغيرة خاصة ولسيما في مجال الزراعة ويوجد تعاونيات كذلك من هذه التغييرات التي قررنا العمل عليها إمكانية إقامة التعاونيات في مجالات أخرى وحتى نشاطات صغيرة لأناس يعملون لوحدهم في المطاعم ويقدمون خدمات مثل حلاقة الشعر وما إلى ذلك حيث لا يجب للدولة أن تقوم بالسيطرة على هذه النشاطات وبالتالي يمكنها أن تكون في القطاع الخاص لكنها لا تسمح للناس بأن يصبحوا أثرياء بشكل كبير لطالما سعى مجتمعنا لتحقيق المساواة وهذا ليس مساواتية الأمر ليس أننا جميعا مثل بعضنا متساوون لكننا نحافظ على نوع من المساواة والفرق بين الناس مقبول ومعقول في إطار المساواة وسوف نحافظ على هذا الأمر حتما ألا تعتقدون أن هذا الأمر ربما يقتل بعض الشيء روح المبادرة لدى المواطنين أو يقتل هذا النوع من المنافسة الذي يشجع المواطن لطرح مبادرات أكثر ولإنشاء مشاريع تهدف إلى تحسين حياته أو حتى تحسين محيطه يعني عندما يبادل يطرح فكرة معينة أو مشروع معين إنما يمثل هذا إضافة إلى المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه لا بل على العكس نحن نقدم كل الشروط الضرورية كي نتمكن من تقديم مبادرات وتنفيذ المشاريع التحتية لقد حققنا المجزات الكبيرة منذ أول أيام الثورة عندما تعلم الشعب القراءة والكتابة كانت الأمية في كوبا قبل الثورة أكثر من 30% اليوم تقريبا تم محو الأمية متاح أمام الجميع فرصة الدراسة والوصول إلى المرحلة الجامعية ولا يهم وضعهم الاقتصادي لأن الفرصة هي ذاتها للجميع إذا احتاج عامل إلى عملية في القلب يمكنه أن يجريها بشكل مجني ولا يحتاج للمال في النهاية هذه هي الفرص الكبيرة المتاحة للشعب الكوبي وفي القطاع الاقتصادي لديهم فرص أيضا ما لا نريده هو إقامة الرئيس مدية في كوبا نريد أن يبقى مجتمعنا اشتراكيا هذا هو نموذجنا وسوف ندافع عنه إذن اشرحنا أكثر لو سمحت نموذج الشراكة والتعاون بين القطاع العام في كوبا والمستثمرين الأجانب أو حتى المستثمرين الصغار إذا جازت تسميتهم هكذا الكوبيين من القطاع الخاص يعني بين مزدويجين الشراكة بين القطاع العام والخاص كيف تكون في كوبا؟ أعتقد أن العلاقة طبيعية جدا ليست نوعا من الزواج بل هي نشاطات تقام وكل منها لها صفاتها الخاصة الشركات الوطنية الكوبية وهي شركات تسيطر على القطاعات الأساسية سوف تعمل بسيادة استقلال أكبر وأكبر وسوف تتاح لها الفرصة لاتخاذ القرار على الصعيد التجاري ضمن المبادئ التوجهية التي وفقنا عليها يرد مبدأ واضح وينص على فصل وظائف الدولة عن وظائف الشركات علينا أن نسمح للشركات بأن تعمل بشكل احترافي أكبر الشركات الخاصة بالطبع لديها فرصة اتخاذ قراراتها لوحدها لكن الأمر الهام هو أن يكون الاقتصاد فعالا وكفوءا ولا يهمنا إن كان ذلك في القطاع الخاص أم العام أو إذا تحقق من خلال رأس مال أجنبي نحن نسعى لكفاءة أكبر في اقتصادنا والاستمرارية والزهار شعبنا هل يمكن أن تصف لنا قليلا كيف هو الإقبال على الاستثمار في كوبا من خارج البلاد يعني حتى الساعة وفي ظل هذه الشروط والطريقة والنموذج الذي تقدمون كيف هو الإقبال حقيقة منذ خمس سنوات عندما بدأت التغييرات والتحديث حتى اليوم هل ترون أن هناك إقبال كبير هل من جهات محددة هي من يرغب ويريد أن يستثمر في كوبا يعني جنسيات أو حتى شركات حدد لنا كيف هو وضع الاستثمار الخارجي في كوبا اليوم نعمل على زيادة الاهتمام كل هذه الخطوات التي قمنا بها مثل القانون الجديد والتسهيلات التي نقدمها تقوم بجذب رجال الأعمال الأجانب والمستثمرين وهذا منطقي أولا لدينا شركاءنا التقليديون وهم في أمريكا اللاتينية وأوروبا وكندا والشرق الأوسط العائق الكبير للتجارة في كوبا هو الحصار الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة لكننا اليوم أمام نوع جديد من الضوء في نهاية النفع ويبدو أن الحصار من الممكن إنهاؤه لكنه ما زال قائما وهذا يصعب قدوم رجال الأعمال إلى كوبا ماذا لو لم يرفع فعليا هذا الحصار وبقي الكلام كلاما؟ منذ أكثر من خمسين عاما ونحن نرزح تحت الحصار وعلى الرغم من ذلك استطاع شعبنا أن يستمر ويتمتع بالحريات والحقوق الأساسية نحن لن نقدم أي تنزلات لإنهاء الحصار الحكومة الأمريكية والرئيس باراك أوباما نفسه قد اعترفا أن سياسة الحصار هي سياسة فاشلة لن نقوم بأي نوع من التغيير كي نوجد عملية المقايدة لرفع الحصار عن بلادنا نحن كما نحن وسنستمر كما نحن على هذه الحال نعترف أنه يوجد اختلافات كبيرة بيننا لكننا على يقين أنه بإمكاننا التعايش بسلام وبعلاقات متحضرة إذن هذا الأمر لن يعيق تنموحكم بتحديث اقتصادكم وبالانفتاح على سائر أنحاء العالم هي عمليات متوازية تماما ولا يوجد أي صلة بينهما التغييرات التي أحدثناها لتحديث النموذج الاقتصادي الكوبي قررناها بكل السيادة واستقلال بالتشاور مع شعبنا وقد بدأت منذ وقت طويل أما عملية استعادة أو البدء باستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية فهي عملية مختلفة وتجري بشكل مستقل ومتوازن شكرا جزيلا لك سيد رودريغو مالميركا دياس وزير التجارة الخارجية والاستثمار في كوبا كنت معنا هنا في بيروت فشكرا جزيلا لك وأنتم أيضا مشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة